بسبب أزمة كورونا قدم عازف الكمان الفرنسي رينو كابيسون عرضاً موسيقياً مساء أمس عبر البث المباشر في قاعة فارغة للمرة الأولى وقال إنه مثل العودة إلى الحياة في هذا العرض حيث قدم وبقية أفراد الأوركسترا البالغ عددهم 23 عازفاً مبطوعة للموسيقار الألماني ريتشارد شتراوس اشتركوا في القناة التعبير على العودة إلى الحياة تأخذ أشكالاً كثيرة منها الموسيقى اشتركوا في القناة